مرحبا وكيف الحال؟ حصوات الكلة كلنا معرضين إلها فبكفيك تعرف أنه 10% إلى 20% من الأشخاص حول العالم معرضين للإصابة بحصوات الكلة بكل بساطة بسبب نمط الحياة والأهم بسبب الوراثة وبكفيك تعرف أنه اللي جاوبوا على الاستبياء منكم اللي بتحضروا القناة 73% فقط من الناس ما أصيبوا بحصوات الكلة بينما بتنقسم 25-27% من الناس 11% وهم الغالبية أصوه بحصوات الكلة بعد الالتزام الخاطئ أكيد بحمية الكيتو اللي أدت لتسريع إصابتهم بالحصوات 3-4% لأنهم سمعوا بنصائح خاطئة من استخدام الليمون أو الماغنيسيوم أو البوتاسيوم ستريت للوقاية أو أنهم صاروا يأخذوا العصير الأخضر فكانت النتيجة أنهم أصابوا أو سرعوا من إصابتهم بحصوات الكلة اللي بيعملوا عمليات قصة المعدة أو إزالة المرارة عادة 1-2% ويصابوا بحصوات الكلة من مجمل اللي بيصيبوا بالحصوات أما نص الناس اللي يصيبوا بالحصوات اليوم أو وصابوا بحصوات مبارح رح يصابوا مرة تانية بحصوات الكلة خصوصا إذا ما عملوا تعديلات عن نظام حياتهم الغذائي والصحي حتى يحموا حالهم الإصابة كمان مرة الله يبعدنا جميعا عن هذا الألم اللي بيخلي الرجل يجرب مرارة ألم الولادة والله يجازي خير أمهاتنا وزوجاتنا على تحملهم لهذا الألم على كل بحلقتنا اليوم رح نتناقش عن 95% من مرضى حصوات الكلة عن 95% من أنواع حصوات الكلة رح نحكي عن أسباب حصوات الكلة الأهم نحكي كيف العلاج وهل مؤلم حصوات الكلة وقديش مؤلم وكيف نعرف أنه مصابين بحصوات الكلة ونلخص في آخر الحلقة إيش لازم تسوي حتى تقي حالك من الإصابة بحصوات الكلة مرة أخرى في حلقتنا اليوم كتوم لي بالتعليقات هل أصبت مرة سابقا بحصوات الكلة وهل كانت النتيجة لص نصيحة خاطئة من أحد اللي قالك كيف تقي حالك من الحصوات من الأساس وهل أنت أصبت فيها بعد الحمية الكيتونية لأنك التزمت بحمية خاطئة كل هذا وأكتر اكتب لي بالتعليقات خلينا نناقش فيه موضوع مع بعض بداية الحلقة جيب ورقة وقلم وفنجان قهوة خلينا نسجل كل التفاصيل في البداية خلينا نجاوب على أهم سؤال في حلقتنا اليوم هل الإصابة بحصوات الكلة خطير؟ يعني ممكن شخص أصيب بحصوات الكلة أنه يصير عنده فشل كيلوي ولا هو بس تخويف بلح يعني على السنشاس تروح وتتعالج على السريع ويعالجوك بكل بساطة هذا بيعتمد على قديش الشخص اللي يصيب بحصوات الكلة عنده بعي وثقافة أنه هذا الموضوع فعلا خطير في تايوان 12% من اللي يصابوا بحصوات الكلة بصير عندهم فشل كيلوي وخلاص يعني لازم يصير دائما رايح جاي على المستشفى يخسر الكلة بالنسبة لأمريكا من 2 إلى 3% من اللي يصير عندهم حصوات الكلة بصيروا يخسروا الكلة الفرق بين شخص والثاني هو قديش سرعة اكتشافه أنه هذه الأعراض بنحكيها هلا نتيجتها أنه عنده حصوات الكلة ولازم مباشرة روح على المستشفى إذا عندك دم في البول روح مستشفى على السريع أنت ما تغامر بكلتك إذا أنت عم بتروح على الحمام وعندك تبول قليل جدا مع حرقان فإذا ما عندك التهاب في عندك إغلاق في مجرى الكلة فروح مباشرة على المستشفى إذا فيه غباش في البول ورائحة نتنا بتطلع هذا التهاب لازم تروح تعرف شو نوع البكتيريا اللي عندك أما إذا عندك استفراغ مع غثيان بالإضافة لقشعريرة وحمى وارتفاق في الحرارة أو ما في تبول أساسا أو عندك ألم عماله بيجيك من جهة كلتك وبطنك وبيمد لعند خصيتك هذا مش إشي تمزح فيه مباشرة بروح على قسم الطوارئ وما بروح على طبيب بروح على قسم الطوارئ بقول لهم عندي كلا مباشرة خليهم يعملوا كل ما عندهم من فحوصات أما جواب على السؤال إيش ممكن يكون نوع الحصوات اللي عندك في البول ف97% من الحصوات هم مثلات هدول الحصوات بيعتمدوا على قاعدية أو حموضة البول عندك فالفحوصات ممكن نقسم نوع الحصوات لنوعين إشي حمضي بيزيد كل ما زادت حمضية البول وإشي قاعدي بيزيد كل ما زادت قاعدية البول أول نوع من الحصوات هو بيشكل 10% من الأشخاص اللي بيصابوا بالحصوات هم نحكي عن حصوات فوسفات الكالسيوم فوسفات الكالسيوم هي من الحصوات القاعدية وهم من الأشخاص المبخوتين اللي يجاوبوني على الجواب أنه أصيبوا بالحصوات بعد ما دخلوا عصير الليمون وخل التفاح مع العصير الأخضر هدول الأشخاص عم بياخدوا الليمون اللي بيرفع من قاعدية البول وهدول عم بياخدوا العصير الأخضر اللي هو بيرفع برضو من قاعدية البول وبالتالي إذا دول الأشخاص أساساً كانوا نباتيين وبياكلوا قليل من اللحوم ودخلوا العصير الأخضر وعندهم أساساً التهابات بسيطة في البول وعم بياخدوا مضادات حيوية وعندهم ارتداد مريء وعم بياخدوا مضادات حموضة هدول الأشخاص سرعوا من عملية إصابتهم أو زادوا سرعة تشكل حصوات الكلا عندهم وبالتالي لأنه أخذ الليمون والخل زاد المشكلة اللي موجودة عنده بالأساس أما النوع التالي من الحصوات فهي الحصوات اللي معظم الناس يصاب بالحصوات وصيبوا فيها اللي هي حصوات أكسالات الكالسيوم أو الكالسيوم أكسالات هذه النوع من الحصوات هي حصوات بتنتج نتيجة كثرة امتصاص الأكسالات الأكسلات الموجودة في غذائك أو بسبب نقص الكالسيوم عندك في الحمية أو بسبب نقص ستريت عندك في الحمية الأشخاص اللي بدخلوا في حمية الكيتو بيأخذوا كميات كبيرة من الخضريات والورقيات بيروحوا على الكيتو كليسك وبكونوا حريصين على الحمية كتير وما بيأخذوا حصتهم من الليمون وعندهم حساسية للأكساليت بيصير عندهم حصوات الكلا فالأكساليت بروح بتراكم في الكلا وبدخل مع الكلا مع الكالسيوم وبشكلوا هذه الحصوات المؤمنة جدا وين موجود الأكساليت؟ بحب محبي الكيتو أكيد اللوز فاللوز مليان بالأكساليت هو كل موضوع المكسرات موجود في البقول موجود في البقدونس بالإضافة أنه موجود في السبانخ وموجود في البنجر الشمندر أضف إلى ذلك أنه موجود في البطاطا ولا حدث ولا حرج في بقيت حتى جزء من الراسبرز الراسبرز موجود فيها أكساليت عالي طبعا كيف إحنا ممكن نقلل أنه نروح ناخد الستريت عشان ما يقص عندنا الستريت الموجود في الليمون في البرتقال في البومالي وإذا أنت من الناس اللي بتحب تأخذ الجريب فروت الجريب فروت مليان أكساليت رغم أنه فيه ستريت فما بيساعدك أما النوع الثالث واللي بيشبه النوع الثاني من حيث أنه يصاب فيه الناس اللي البول تبعهم حامضي أقل من خمس ونص اللي هو حصى اليوريك أسد أو حصى النقرس هذا الحصى اللي بيصير عند الناس اللي بيرتفع عندهم اليوريك أسد واللي عادة بيكونوا كتير معرضين إلو الناس المرضى بالسكري اللي يدخنوا الناس اللي مصابين بارتفاع ضغط الدم عندهم سمنة وعندهم كبد دهني ومشاكل في الكلا الأشخاص اللي بيحبوا يأكلوا كتير حلويات فأنه برضو الحلويات مليانة سكر فواكه اللي بترفع كمان اليوريك أسد لما أنت تدخلك في حمية الكيتو أو حمية الكرنيفور وتنزل نزول سريع في الوزن جسمك بيحاول يثبت وزنك برفع اليوريك أسد رفع اليوريك أسد إذا ما فيه من يكافؤه من الليمون أو السترس أو البوتاسيوم أو المغنيسيوم اللي بيقلل من ارتفاع هذا الحمض وحمضية الدم البي اتش ما عماله بنزل بسرعة هيتشكل عندك نقرص حصوات في الكلة أو إذا كان عندك من الفوسفات كالسيوم الحصوات الأولى القلوية ونزل حمضية الدم كتير كتير بسرعة بتصير تتآكل هاي الحصوات القديمة كانت عندك وقد تنزل في بولك ويكون نزولك السريع في الوزن سبب حصوات الكلة أساسا اللي دابت بسرعة بسبب التحول من القاعدية للحمضية أما إذا سألتني إيش سبب الأساسي لحصوات الكلة فالأسباب كتيرة لكن نقدر نحكي أن العائلات اللي تصاب بحصوات الكلة أولادهم وأولاد أولادهم عادة يصاب بحصوات الكلة بالذات إذا توفرت الظروف المناسبة يعني الشخص يصاب مرة يصاب أكتر من مرة عادة نصهم يصابوا بحصوات الكلة مرة تانية السبب الأول هو تلخبطت أحماض وأملاح الكلة يعني شخص يخفض عنده البي أتش يصاب بحصوات الكلة إذا عنده الاستدادية وبرضه إذا ارتفع القاعدية يعني ارتفع البي أتش تبعه فالكلة تبعها من أربعة ونص إلى التمانية إذا عدتنا نشفناه فوق السبعة ونص ممكن يكون عندك التهاب في الكلة وإذا تحت الخمسة ونص في عندك أسيدوسيس ممكن تكون أنت مريض سكري وعن بيرترفع عندك السكر في الدم والكيتونات عندك في الدم دخولك في حمية الكيتو بتنزل عندك الحمضية الدم بترفع البي أتش يعني بتنزل البي أتش بتزيد حمضية الدم وبالتالي بتزيد حمضية البول إذا أنت بتدخن معاه وعما لك بتستهلك اللحوم كتير وعما لك بتاخد ليموني قليل كل هذا بيزاعد على رفع اليوريك أسد ورفع حمضية الدم والبول وبالتالي بيسارع في إصابتك بحصوات اليوريك أسد أو حصوات الأكسليدات إذا أنت بتستهلك أكسليدات عالية وهي موجودة بكثرة في حمية الكيتو السبب الثاني نقص الستريت يعني أي إنسان ما بيستهلك الليمون والبرتقال الحمضيات بشكل عام نهائيا أو قليل جدا وبيستهلك ورقيات كثير خصوصا النباتيين وكثير معرض أنه يصاب بالكالسيوم أكسليد اللي هو بيصاب حصوات الأكسليت حصوات الأكسليت بتنتج عادتا من نقص الستريت أو نقص الكالسيوم أو زيادة الأكسليت أما السبب الثالث فارتفاع الأكسليت عندك في الدم إذا أنت من الناس اللي أصبت سابقا في الحصوات وكانت حصواتك هي أكسليت فاعرف أنه استهلاكك العالي من مصادر الأكسليت بيزيد من فرصة إصابتك فالأكسليت موجود بكثرة في السبانخ والبقدونس موجود بالشمندر بالشوكولاتة موجود بالجريب فروت موجود بالراسبري بالإضافة أنه موجود في البيتنجان وموجود في اللحوم المصنعة كمان إذا أنت بدك تستهلك الخضريات زي البقدونس أو زي السبانخ فاحرص على أنك تاخدها مع الليمون السترس اللي بمنع ارتفاع الأكسليت وبيقلل من حمضية الدم أضف إلى ذلك أنه الجبنة والأجبان مليانة بالكالسيوم اللي أثناء تناولك إلو مع هذه المصادر بمنع امتصاص الأكسليت في الأمعاء لأن الكالسيوم بارتبط مع الأكسليت وبينزله مع الفضلات الله يكرمنا جميعا أما السبب الرابع فهي مشاكل الأمعاء والهضم بشكل عام يعني إذا أنت من الزماعة المبخوتين بقص المعدة أو شلت المرارة وعندك مشكلة في امتصاص الدهون بصير فيه عندك مشكلة بارتباط الكالسيوم مع الأكسليت يعني امتصاصك للكالسيوم غير أنه بكون ضعيف بصير عندك امتصاص الأكسليت عالي جدا وبالتالي بتصير أنت من 2% لعبوا الاستبيان وكانوا سبب إصابتهم بالحصوات هو أنه دخلوا في عملية قص المعدة أو قص المرارة أو أنه عندهم مشكلة في امتصاص الدهون خامسا وهو السبب الأساسي لإصابة الناس وأهلنا في الخليج بسبب الجفاف زيادة الأملاح واستهلاك الأملاح والجفاف بسبب التحرة الشديد لما أنت عمالك بتستهلك ملح زيادة عن لزوم بيجوني مرضى بيعشق استهلاك الملح بياخدوا زيادة بالذات شاف أنه لازم يحط مع الليمون وخلت تفاح ملح فبصير الملح على كل شيء بحطه مبالغ فيه زيادة تركيز الملح معناته بصير فيه زيادة في تركيز الأملاح عندك في الدم معناها تقول كي لا بدأت تتخلص من ملح الزايد اللي ما بصير يكون موجود في الدم بكثرة هذا الملح اللي بيطلع ما بيطلع لحاله اللي موجود فيه صوديوم بيطلع مع الكالسيوم إلى خارج الكلة فلما بتكاثر الكالسيوم ومع وجود الفوسفور بتكون عنده فوسفور كالسيوم بتكون عنده حصوات بسبب كثرة تشبع الأملاح داخل الكلة طبعاً وإذا كان عنده جفاف وبيشربه مية قليل أو بكل بساطة بتعرق كثير هذا الشخص والبول عنده لونه غامق هذا الشخص بعرضة كثيرة كبيرة للعصابة بأملاح الكلة طبعاً حتى تتجنب هذه المشكلة لازم تشرب مية كتير لازم يكون في عندك تبول يكون البول أصفر فاتح ما يكون البول شفاف لدرجة أنه أنت يصير عندك نقص في الأملاح بس ما لازم يصير البول عندك إلا رائحة ولونه غداء داكن غامق من كترة جفاف لازم تضلك تشرب مية بحيث يكون مجمل ما تتبول في اليوم بحدود اللترين إلى ثلاثة من السوائل تستهلك سوائل وتطلع سوائل أما النقطة السادسة ذكرناها قبل هيك اللي هو ارتفاع حمض اليوريك كل بساطة لما أنت بتدخل بالكيتو أكيد رح يرتفع عندك حمض اليوريك بالذات للناس اللي عندهم استعداد لبناء الحصوات ونزولك السريع رح يرفع حمض اليوريك صيامك المتقطع حيرفع حمض اليوريك الكيتوسيس برفع حمضية الدم إذا ما بتاخد خضريات ورقيات وما بتاخد ليمون حتى تنزل من حمضية الدم النتيجة سيرتفع عندك اليوريك أسد وحصير عندك زيادة في النقرص وإذا عندك استعداد لبناء الحصوات وشفت اليوريك أسد عندك ارتفع وما نزلته منك تاخد فوتاسيوم ومغنيسيوم وزيادة من الليمون والفيتامين سي نتيجتها تحصل عندك ارتفاع في اليوريك أسد وحصوات اليوريك أسد أما بما يخص التوصيات حتى تقي حالك من الإصابة فبكل بساطة القاعدة الأولى أنك تشرب مي كتير أو بالأحرى تشرب سوائل كتير بحيث تكون إدرار البول من 2 ل 3 لتر باليوم من السوائل اللي عم بتعوضها بشرب سوائل فيها أملاح الشغلة الثانية أنك تكون حريص على أنك تقلل من تناول المصادر العالية بالأكسوليدات وإذا أكلت هذه المصادر اللي فيها أكسوليدات عالي تكون مع ليمون أو مع مصادر عالية في البوتاسيوم زي الأجبان الشغلة الثالثة تتنوع في مستويات الخضار اللي عندك يعني ما تركز لي في حميات الكيتو فرضاً على بس الورقيات وتروح للكيتو كلاسيك اللي برفع الأكسوليدات عندك في الدم وبرفع اليوريك أسد بسرعة نزول الوزن فبالتالي حمضية الدم بتزيد من فرصة إصابتك بحصوات الكلة والنزول السريع في حمضية الدم معناته تفتيت سريع لحصوات الكلة إن كانت موجودة وكان أساسا قلوي وبالتالي لما بتنزل بتجي الحصوة كتير كبيرة الشغلة اللي بعدها أنك تناول مصادر عالية من الكالسيوم موجودة بكل بساطة في الأجبان وتأخذ مصادر عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودة بالورقيات والخضار بتنوع أشكالها الفيتامين سي بيقلل حمضية الدم وبيقلل اليوريك أسد فممكن تأخذه من الليمون ومن الفلفل الحلو وبقية الخضار المغنية بالفيتامين سي أضف إلى ذلك أنك تقنن من الأشياء اللي بترفع اليوريك أسد زي سكر الفواكه أو المكسرات أو فترات الصيام المبالغ فيها بالإضافة أنك ما تعمل على خنق نفسك وبنخلال التدخين أو الأرقيلة لأنه كلاهما برفع حمضية الدم بسبب ارتفاع ثاني أكسيد الكربون والقرر الأرقيلة بتطلعك من الكيتو وحتى بترفع السكر لمرضى السكري كمان أوقف استهلاك اللحوم المصنعة ولا تصلح الاستهلاك البشري وحول باستهلاك اللحوم الصحية غير المصنعة وما بتبالغ في استهلاكها إذا أنت بتستهلك الملح فحلول ضروري تكون فيه أملاح في أكلك بس مش ضروري أضيفه مع الليمون والخلق كل يوم فيصير عندي تشبع من كمية الأملاح استخدم الأكل زي ما هو طبيعته يتملح واللي بيأخذ المكملات عمال عبطال ما تأخذ الفيتامين دي زي ما عم تفحص بشكل دوري وما يكون جرعاته عالية زي ما بين بوصولكم البعض أنك تأخذ عشر تلاف وحدة دولية يوميا المبالغ فيها والسامة أساسا إذا أنت بتعمل حمية الكيتو وأخيرا موضوع الإصابة بحصوات المراكلة هو عبارة عن نصيب فأنت كل بطبيعتك وما تبالغ وما تسمع نصيحة أي شخص وتبلش مباشرة تعدل على حميتك إذا أنت أمورك ماشية وأنت أساسا صحي وبصحتك وعافيتك أكيد ابعد عن حميات النباتية لأنها حميات مشوهة بتعملك نقص في الفيتامين بيتولف بالإضافة إلى حصوات القلوية لا سمح الله بناءة عبقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات هل أنت أصبت بالحلقة بالحصوات الكلا أو بتعرف حدا أصيب حصوات الكلا وإذا أصبت هل أصبتها مرة تانية وإيش نوع حصوات الكلا اللي طلعت عندك بآخر الحلقة بنهاية حلقتنا اليوم شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخلع لغيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره وما تبخلع حالك بأنك تنضم للقناة وتكمس عشارة الجرس حتى تجيك أول بأول إشعارات كل مختبر ربالي فكرة مفيدة إلك أكيد اعملنا لايك حتى أنك تجيعك باستمر وبدعوكم تتضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو أنت فاستينك فينت وتقدر تتابعوني أكيد بالإنستغرام والسناب شات وتويتر وتيك توك وكل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في المقالة المثبتة في التعليقات موجودة بصندوق الوصف وبإذا بدك معلومات إضافية عن إيش بصير إذا استهلكت أربع بيضات يومياً كل يوم لمدة 30 يوم لحظة الحلقة اللي هون وأكيد هذه ما بترفع اليوريك أسد ولا بترفع الأكزليتات ولا العلاقة بحصابات الكلام